بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في حلقة اليوم هشرح ازاي نرسل رسائل واتساب من خلال بايسون قبل البيت في كتابة الكود يجب استراد مكتبة من الانترنت اسمها بايسون واتكي بنذهب الى الوحدة الترفية تيرمينال وبنكتب الامر التالي بنكتب pip install python وات ونضغط مفتاح بدخال انتر بيبدأ ليه في تنزيل المكتبة لكن انا هنا سبق نزلت المكتبة فكتب ليه requirement already satisfied يعني سبق تنزيل هذه المكتبة بنأتي لكتابة الكود بعد كده طبعا بستخدم هنا محاجر اكواد اسمه python charm editor وبنكتب عبارة import استورد ليها python واتكيت وبستخدم لها اسم يدل لها يدل عليها ومثلا كيت وبنكتب هنا من اول السطر كيت dot send message instantly وبنضغط اف وبعدها كوتشان مارك وبنكتب هنا plus وبعدها الكود الدولي الخاص برقم المحمول الذي سوف ترسل اليه الرسالة وطبعا لازم يكون رقم المحمول ده متسجل على الكونتاكتس عندك على الجهاز بنكتب مثلا الكود الدولي الخاص بمصر فبنكتب plus 20 وبعدها بنكتب رقم المحمول مثلا ده بالنسبة للمعامل الاول بعد كده بناخد كومة ونكتب المعامل الثاني نلاحظ هنا كتب لي message string اكتب رسالة فبكتب هنا رسالة مثلا بكتب good morning صباح الخير مثلا from Egypt من مثلا طبعا خلصت اللي سهلة اخد كومة واكتب هنا الويت تايم انتظر قد ايه فمسلا اقول له انتظر هنا 20 ثانية كومة وتغلق بعد قد ايه مثلا اقول له بعد مثلا 20 ثانية ونضغط على run click run نعمل تاست كده ونشوف بفتح ليه مستعرض الانترنت وبيفتح ليه موقع whatsaab.com ويبدأ فيه كتابة رسالة هنا تحت good morning from Egypt بينتظر 20 ثانية ويرسل الرسالة وبيغلق التاب هنا اغلق التاب مباشرة بعد 20 ثانية طيب واحد يقول ليه طيب افرض ان انا عندي مجموعة من الارقام عايزة ابعت لهم الرسالة دي كلها امامك حالين اما تكتب الارقام في قائمة ووضع حالك او ترسل الى group لو هما مجموعة ارقام في group سهل جدا انك ترسل ال group فتكتب مثلا كيت dot هنا send message to group وهنا هنلاقي المعامل هناك اللي اكتب ال group id والmessage والtime hour والtime minute والwait time ووقت الانتظار فباخد هنا send واكتب هنا ال group id عندي بتكتب ال group id اللي هو اسم المجموعة عندك اسمها ايه وبعد ما تكتب ال group id بتاخد كومة طبعا وبتاخد الميسج سترينج شوف الرسالة اللي عايز تكتبها بتكتبها هنا في المنطقة دي بين ال quotation mark وبعدين بتاخد هنا كومة وتكتب ال time hour الوقت مثلا هترسل فيه مثلا هنا الوقت لازم ان يكون في تنسيق ال 24 ساعة يعني الواحدة بعد الدور اكتبها مثلا 13 مثلا وهنا اخد ال time minute يعني مثلا ابعتها الساعة واحدة وربعة يبقى هنا في توقيت 24 ساعة مع انها 13 و15 دقيقة وبعدين اكتب هنا ال wait time ووقت الانتظار مثلا انتظر 20 ثانية وبعدها هنا tab cruise اكتبها مثلا هنا 20 الوقت اللي هو الكروز اللي يقفل فيه يبقى انت هنا في المعامل الاولان هتكتب ال group id اللي هو اسم المجموعة اللي حضرتك هترسل لها رسالة وهنا تكتب سالة المرادة سالة للجروب واحد يقول لي طب افرض ان انا ما عندش جروب انا عايز ارسل لمجموعة من ال contacts عندي على المحمول سهلة جدا انك بتعمل list قائمة فبتكتب مثلا قائمة اسمها contact اسم مثلا اي اسم ويساوي وتفتح هنا ال brackets الاقواس ال square brackets هنا الاقواس الخاصة بالlist وبتاخد هنا مثلا contation وتكتب رقم المحمول الاول هنا فمسلا بكتب الرقم المحمول الاولان هنا مثلا 10 اربعة كذا 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 انا بكتب هنا ارقام عشوائية وبعدها بتاخد كومة وبتكتب هنا الرقم اللي بعده contation mark وبتكتب هنا مثلا 10 كذا 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 الارقام اللي هي موجودة عندك في ال contacts بعد ما تعمل القائمة بتكتب مثلا خمس ارقام عشرة ارقام كما يحلو لك بتستخدم هنا loop تعمل حلقة تكرارية فبتكتب for مثلا tell telephone in contacts اللي موجودة في contacts هنا كونت حلقة تكرارية وبعد كده اخد كونو وبعدها بنيجي في الامر ده وبنعمل ال indentation بتاعاته مزبوط نحدده وناخد هنا تضغط tab وتترك ال f زي ما هي ومفتاح الدولة هنا بتسيبه زي ما هو وبتيجي هنا تشتب الرقم ده كده وتعمل التعديل ده وتضغط هنا tell تكتب هنا tell اللي هو telephone كتبت هنا telephone اللي هو موجود عندي طبعا اداني هنا خطأ الازمن هنا plus z وبتسيب الرسالة هنا اللي انت عايز حدرت ترسيلها والوقت الانتظار ووقف الاغلاق بالطرقة دي حيرسل حيفتح لك مستعرض الانترنت ويفتح موقع واتساق ويبدأ يرسل الرسالة دي للرقم الاول بعد ما يرسل هذه الرسالة للرقم الاول يبدأ يرسل الرقم الثاني والثالث والرابع وهكذا ده كان بالنسبة لرسال رسائل واتساب من خلال بايسون كود لرقم واحد او مجموعة ارقام او جروب ان شاء الله في حلقات جاية ان شاء الله هشرح ازاي نرسل الصور وازاي بيستخدم هذه المكتبة نبحث على الانترنت على معلومات معينة وكيف نستخدمها في فتح مواقع على اليوتيوب او فيديوهات على اليوتيوب او معلومات على اليوتيوب يراد الحصول على فيديوهات خاصة بها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة